إن الإنسان الذي لا يستطيع أن يدافع عن حقوقه يسحق مباشرة يسحق خذها في كل مجال في الأسرة في قيادة السيارة يعني إذا ما تدافع عن حقك ربما تسحق تسحق مباشرة وبالتالي لما أتحدث أنا عن هذا الكتاب تحديداً كتاب الشخصية القوية أنا أتحدث من وحي معاناة شخصية لمسحوق تائب كنت رأي أسألك عن المعاناة وش كانت المعاناة وكيف تغلبت عليها كان في معاناة شخصية أنا يعني وكتبت الكتاب لنفسي ابتداء لم أكتبه لغيري ومعاناة واجهتها من كثير من الناس كثير من الناس معاناة نابعة من داخله وأكثر معاناة الناس من الناس أكثر معاناة أدخل استشارات ما في أحد يقولك والله أنا عندي مشكلة مع سيارتي أنا عندي مشكلة لا لا عندي مشكلة مع مديري عندي مشكلة مع زوجتي عندي مشكلة مع زوجي عندي مشكلة مع صديقي عندي مشكلة مع فلان 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 طيب أنت كيف كيف ترسم حدود وتضع سياج وتحافظ على حقوقك دون أن يكون في تعدي ولا ظلم ولا وقاحة مع الآخر ودون أن تسكت فتزداد جراحك ويطأك الناس وتتألم وتنزف بحجة حسن الخلق بحجة بسامحة طيب هب أني أنا سامحتك سيد رايد يعني حاشاك يعني آذيتني في اللقاء من بعض الأدب سكت 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 طيب أنا الهدف من سكت ما هو الحفاظ على العلاقة صح طيب إذا دقيت علي مرة ثانية سأستقبلك حسب شخصيتك لا لن أستقبلك لأن الإنسان لا يحب مصدر ألمه وأنت كنت لي في المرة الماضية مصدر ألم فأنا المرة الثانية سأتحاشاك ويعني سأوجد آلاف الأعذار لكي لا أتمم اللقاء بك طيب السؤال هل أنا حافظت على العلاقة إذن لا إذن ثمت فرق بين الحفاظ على العلاقة بشكل مؤقت والحفاظ على العلاقة بشكل دائم أن تكون شخصية قوية معناها أن تديم علاقاتك مع من يستحق أن تكون شخصية ضعيفة أن تقطع علاقاتك الحية وتأخذ علاقات معلبة وقتية سرعان ما تنتهي جميل تفرق في الكتاب بين الثقة بالنفس والثقة بالذات وعلى ما أذكر أنك ذكرت في بعض الفتاوى كانت ما تجيز التعبير عن الثقة بالنفس وش الفرق بينها؟ والله أشوف الشيخ بن براهيم رحمة الله عليه لا يرى جواز هذه العبارة وأيضا سألت عن الشيخ عبد الكريم الحطير حفظه الله ويرى عدم التوسع في هذه العبارة والشيخ بن عثيمين يرى الجواز جواز قولها ولكنه يقول أني لا أتصور إنسان يؤمن بالله يعني بالثقة بالنفس الاعتماد عليها بلا حول الله ولا قوة يعني الاعتماد الكلي فالشيخ يقول لا يعني إذا قلنا الثقة بالنفس دون تضخيم لهذه النفس وإنما نربطها بالاعتماد على الله سبحانه وتعالى ومشيئته وعونه سبحانه وتعالى إذن هذا القيد هو الضابط لما نجي إحنا لكلمة النفس في الثقافة الإسلامية لأن النفس عندنا أمارة بالسوء ومذمومة في جوانبها وبالتالي الاعتماد عليها هو اعتماد على شيء هش وشيء قد يكون مظلل لكن الذات في المفهوم في مفهوم علم النفس الذات هي أكثر من النفس والنفس جزء من الذات إذ أن الذات ذات الإنسان هو علمه وقدرته وخبراته وتربيته ومهاراته ونفسه وقلبه وروحه وعقله كلها مجتمعة فإذا جاءت مجتمعة كملت نقص النفس فكان الأجداء أن يقال الثقة بالذات بدل من أن نقول الثقة بالنفس أما وصل الإنسان من مادية ينكشف إذا ركب الفلك إذا جاءت أزمة حقيقية إذا جاءت أزمة حقيقية حتى الملحد يقول يا الله مهما تطرف الإنسان في مسألة المادية فطالما هذا الطريق مسدود لا تسلكه دامك بتروح 900 كيلو بالديور وبترجع تقول يا الله يا أخي قلها من الآن طيب لماذا أنا وصلت إلى نتيجة نهائية في الكتاب أنا في آخر الكتاب كتاب 400 صفحة في آخر الكتاب كتبت أن مشكلة كثير من الناس في الثقة هي مشكلة في حسن الظن بالله طبعا وضعت مجموعة من الحلول النفسية والعقلية والمهارية والسلوكية النافعة والمجربة والنظريات العلمية لم أغفل جانب العلم لكن ثم تجانب مهم جدا أعمق من هذا بكثير أعمق وهو الآن من وين جتني الفكرة دخلت لما تأملت مثلا قطار الموت اللي في الملاعي مدينة الألعاب تجي لقطار الموت تلقى طوابير عالم ماسكال إيش يبغون ذولة يبغون يخافون يدفع فلوس عشان يخاف يبغى يدفع فلوس عشان يتذوق الخوف والرعب حجيب والله يا أخي الله سماه بلاء ولا نبلونكم شيء من الخوف الخوف بلاء طيب ليش الناس تبغاه بديت أفكر الناس ليش خايفة ومع ذلك مقدمة الخوف مدعاة للهرب والإحجام ليش هي خايفة ومقدمة يا رب ليش يا رب ليش هم مواثقين في الشركة المصنعة وإجراءات السلامة والجودة اثنين شايفين الناس يطلعون ما في مشاكل إذن النتيجة مضمونة وإذا كانت النتيجة مضمونة تحول الخوف من خوف مانع إلى إثارة دافعة لما أنا أخاف ولكني ضامن النتائج أقدم ثم فكرت إذا الإنسان المؤمن اجتهد وبذل الأسباب سواء كان عنده مقابلة شخصية أو عنده اختبار أو عنده عرض تقديمي سيقدمه إذا هو بذل جهده واجتهد النتيجة عند من؟ عند الله فإذا وثقنا في الله سبحانه وتعالى كما نثق في الشركة المصنعة وإجراءات السلامة ستتحول إلى حياتنا إلى مجموعة من الإثارات التي لا يوقفنا ولا يقف أمامنا شيء بالعكس يكون الخوف دافع لا مانع حافز لا حاجز لذلك الخوف ما هو بالضبط احتزاز الثقة من وين يجي؟ احتزاز الثقة هو الشعور في الحاضر لشيء مستقبلي طيب أنا أقولك ترى بكرة عندك عرض بتقدمه فبكرة هذا مستقبل عندي الشعور لي في الحاضر هذا المغص اللي يجي وهذا الخوف كيف يتعامل مع الإنسان؟ بطريقتين يرجع للماضي فإذا تذكر إنجازات الماضي في نفس العمل هذا أو أنا سبق أني سويت عروض فإذا كان عنده إنجازات في الماضي ارتاحت نفسه وأقدم على المستقبل صار عنده ثقة طيب وين الإشكال؟ الإشكال لما لا يكون لدى الإنسان إنجازات في الماضي هنا أين يذهب؟ يذهب عقله إلى المستقبل ولن ينجيك في هذه الحالة إلا حسن ظنك بالله عز وجل فإذا حسنت الظن بالله عز وجل أقدمت على العمل يقول حسن بصري يقول إن قوما قالوا نحسن الظن بالله كذبوا لو أحسن الظن لأحسن العمل يعني بمعنى لو إنك واثق إنك بتنجح وإن الله بيوفقك لأحسنت العمل واستعدت واشتهت لكنك أنت خايف وما عدت واعتذرت وهربت وجبنت لأنك أصلاً منت بواثق أصلاً من النتيجة والتي هي بيد الله سبحانه وتعالى ثم هب أن النتائج جاءت في غير صالحك أصلاً مشي دريك إن هذا صالح كل ما بصالحك يعني هل كل ما جاء على ما تريد هو في صالحك أبد إذن إذا سلمنا بأن النتيجة التي اختارها الله عز وجل لك هي خير لك لأنه أعلم وأرحم وأحكم فمرحباً بأي نتيجة سأحصل عليها وطالما أني لست قلقاً على النتيجة فإن شعوري في الحاضر سيكون قوي وما لي بخايف لأن أقسى وأقصى ما يمكن أن يحدث في المستقبل هو خير لي أراده الله سبحانه وتعالى وبالتالي سأثبت بإذن الله وتزداد ثقتي في الكتاب أيضاً الشخصية القوية تقول العلاقات العامة الأصل فيها التغافل والاحترام والعلاقات الخاصة الأصل فيها الصراحة والانسجام وترى أن التغافل سوسة العلاقات الخاصة لكن كيف نوائم بين هذه الفكرة وبين تصرف النبي صلى الله عليه وسلم اللي وصف بعرف بعضه وأعرض عن بعض أنه فيه جزء كبير أو بعض إذا ما كان النصف هو تحت جناح التغافل وما هي حدود التغافل في العلاقات الخاصة طيب السؤال فيه الإجابة كيف ودليلك عليك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله في حقه عرف بعضه ما تغافل نعم وأعرض عن بعض فالآية ليست فقط هي دليل للتغافل هي أيضاً دليل للصراحة نعم عرفة لذلك أعرف أنا وأنت عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما يكره النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما نعرفه عن أهلنا وعن أخوي وأخوك أكثر ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم واضح واضح ما يحب البصال ما يحب الريح الشينة ما يحب الدباء يحب ولف كتاب في النبي صلى الله عليه وسلم أربعمائة صفحة لكتاب ماذا يحب النبي صلى الله عليه وسلم وماذا يكره هكذا العظماء واضحون أنا واضح اللي ما يعجبني بقوله واللي يعني عادي أنا أتغافل عنه وإن كان خطأا ممكن أتغافل عنه طيب إذن حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي مزيج بين التغافل والصراف حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسط فضيلة بين طرفين بين رذيلتين يعني له بالمسرف عليه الصلاة والسلام وله بالبخيل وإنما هو الكريم الذي لا يخشى الفقر كريم نجي في قضية الشجاعة لا هو باللي متهور ولا هو باللي يجبن عليه الصلاة والسلام نأتي في قضية أيضا تعامل مع الناس لا هو باللي دائما ينتقد ولا هو باللي دائما يتغافل عليه الصلاة والسلام ويترك الأخطاء كما هي لا كان يصحح للصحابة وكان حتى تدقيقه على بعض الصحابة يعني يختلف باختلاف مقام هذا الصحابي يعني الخطأ من أبو بكر غير الخطأ من شخص آخر فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس على إطلاقه يترك المسألة بهذه الطريقة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا نبي المرحمة وأنا نبي الملحمة النبي الذي نزل من المنبر والتقط الحسن والحسين لقطة شاعرية أبوية حانية عليه الصلاة والسلام هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عن فلان وفلان اقتلوهم ولو وجدتموهم قد تعلقوا بأستار الكعبة هذا التوازن هو الذي خلق عظمة شخصية النبي صلى الله عليه وسلم فنجي في مسألة التغافل الآن نعم أنا سؤالي بالتحديد عن أنا ما أقول أنه الآية دليل على التغافل بإطلاقنا يعني أستدلبها أو أريدها لبيان الحدود لبيان الحدود البعض في التعريف والبعض في الإعراض أحسنت أحسنت زاكر الله خير إذا قلنا أن التغافل سوسة العلاقات فهي عبارة مستفزة نعم يجيك واحد يقول لك طيب الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة يقول تسعة أعشار العافية في التغافل سنقول نعم وصدق التغافل الصحيح مقيد بما يديم العلاقة فقط أي تغافل لا يديم العلاقة هذا تغافل مذمو ومن يحدد هل هذا الموقف هو سبب في استدامة العلاقة أو لا التقدير الموقف ثلاثة شروط أي سلوك في الطرف الآخر لا يستطيع تغييره هو أي هو لا يستطيع تغييره في خلقة في طريقة في طريقة كلامه في طريقة أكله لا يستطيع تغييره يجب أن تتغافل عنه أي سلوك لا يحدث إلا نادرا يا أخي تغافل عنه لا تكون مدق ولا قاضي أي سلوك يؤذيك عفا لا يؤذيك حدوثه تغافل عنه ولكن في السلوك في العلاقات الدائمة لاحظ في العلاقات الدائمة عن صديقي زميلي دائما في المكتب معي زوجتي أخوي واحد من أبنائي أي سلوك هي تقدر تغيره مثلا زوجتي تقدر تغيره ويحدث دائما ويزعجني حدوثه سكوتي عنه يفسد العلاقة يفسد العلاقة هذه في العلاقات الخاصة في العلاقات المؤقتة واحد جنبي في المستوصف جالس أنا في الانتظار واحد في الطابور واحد في الطائرة لا لا أتغافل بشكل عام ما عندي مشكلة أتغافل بشكل عام إلا ما كان منكرا وأستطيع أني أحدثه بطريقة واسلوب جيد أني ممكن أنصح نصيحة لطيفة في العلاقات الدائمة أرجع وأقول هذه ثلاثة شروط وقيدها إذا كان تديم العلاقة سأفعلها وإلا وإلا بعض العلاقات أهم من التعليقات بعض العلاقات أهم من التعليقات فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم مع أنه كان عزيز وهم في ذلك الموقف يحتاجونه مع أنه كان مظلوما وهم كانوا ظالمين ويستحقون ما يمكن أن يقوله لكنه غلب العلاقة على التعليق وأسرها في نفسه ليش لديمومة العلاقة خلاص أنا هذول أخواني وأنا طيب السكوت هنا اختيار ولا اضطرار اختيار ايه هنا اختيار لذلك التغافل اللي نابع عن اختيار هذا التغافل الإيجابي ممتاز التغافل النابع عن اضطرار ما أقدر أقوله مستحي خايف أخاف يزعل أخاف مدري إيش هذا ينخر في جسد العلاقة هذا الضحف جميل أخذت كتاب قبل كم يوم من المكتبة كتاب جديد مترجم حديثا أتوقع يهمك لو داري كان جبت لك نسخة اسمه تعريت النرجسي كتاب مترجم الكاتبة أمريكية مستشارة ومديرة مركز في طب النفس تقول أن هي طبعا تحلل النرجسي بدايا بالسبب النرجسية وبعدين تخترح بعض الحلول لكنها قالت أنه في قدر من النرجسية محمود حتى هي تقول سمتها النرجسية السليمة تقول كان في مفارقة بالعبارة سواء في الطفولة أو حتى في كل مراحل الحياة لكن بعد ما فصلت في الموضوع أعتقد أنها تقصد القدر اللي فيه توكيد الذات أنه الإنسان يثبت اختياراته ورغباته لكن الإشكال أو الصعوبة تكمن في تحديد الفواصل الفاصل بين توكيد الذات وبين أنك تصل إلى مرحلة النرجسية أو مرحلة التعدي على الآخرين يعني إذا فيه ضابط واضح ويمكن الإنسان أنه يسير عليه اتضح لك الله يعطيك العافية طبعا لما هي تذكر تعريت النرجسي أن النرجسية حالة متطرفة بالإعجاب بالذات والشعور بالاستحقاق أن أنا أستحق أنا أستحق توكيد الذات وسط وسط بين العدوانية اللي هو الشعور المتعدي على الحق الآخر وأن من العدل أن تستثنيني وأنا غير والفردانية هي وسط بين هذه الحالة وبين الدونية والتراجع والإيثار المخل والتضحية كقربان لإرضاء الآخرين هي وسط وسط طيب ما ضابطها أن تعرف حقوقك وتتحدث بها وتعرف حدود الآخر وتوقفه عندها جميل هذا ضابطها ما هو حقك ما هو الواجب عليك وحق الآخر فإذا أنت كنت ممن يطلب حقك يطلب حقه ولا يؤدي واجبة نحن نقول هذا تعدي وهذا سوء أدب وهذا من شرار الناس سماه النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا كنت ممن يؤدي واجبة ويطلب حقه أنت هنا إنسان خلنا نقول إنسان عندك عافية نفسية ليست مشكلتك ألا يستجاب لك هنا أمر آخر يعني ليس من توكيد الذات إنه لابد أن يستجاب لك لا أبدا ولا يربط بالاستجابة لكن الأصل أن تتحدث الأصل أن تحتج الأصل أنك تتكلم استجابة الطرف الآخر هذا أمر آخر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابي إنكم ستجدون أثرة من بعدي قالوا وما نفعل يا رسول الله أثرة يعني الناس يأخذون ما هو لهم وما ليس لهم حتى حقكم ربما يؤخر قالوا وما نفعل يا رسول الله قال أد الذي عليك واسأل الله الذي لك الأصل أنك أنت تؤدي واجباتك وتطلب حقوقك إن جاءت الحمد لله ما جاءت أنت أديت اللي عليك فإحنا نقول في توكيد الذات يا أخي لا تسكت أتكلم لكن لكن في الكتاب نفسه أنا ذكرت نظرية البوري نظرية البوري بسيطة فكرتها وهي إنك لو في واحد رجع عليك ريوس رجع عليك الخيار الأمثل إنك تقول ديد بس تنبيه بسيط 90% من الناس سيتوقف سينتبه طيب ما انتبه ترى من حكمتك أنك تقول ديد طيب ما انتبه ديد ديد ترى هذي حكمة وهذا الصواب وهذا الصح ما انتبه ديد لين انتهي البودكاست لازم يوقف نعم الإشكال وين الإشكال أن تكتفي عند ديد إلىين يصدمك أو أنك من يوم تشوف اللمبات الرئيوس مولعه ديد ممكن يعاند ممكن يزعل ممكن يتهاوش معك احنا لا نريد أن نقفز ولا أن نبقى في المستنقع لا لا نريد أن نصعد التوكيد وما أذكر أنا ما أذكر مر علي أو مر من الاستشارات اللي سمعتها أحد أحد صعد التوكيد وحصل له مشكلة غالب المشكلات الصمت حتى يطأونه أو العدوان والغضب والزعل حتى يخسر الطرف الآخر لأنا مع التوكيد المتصاعد جميل يعني في مجال سواء في هذا الحقل أو مختلف مشاكل الحياة يعني تختلف الرؤى حسب المرجعيات لكن اللي يقرأ في الشخصية القوية في كتابك وحتى غيرها يجد نوع من الاتزان بين استحضار التراث الإسلامي والعربي ومع حضور أيضا للنظريات الغربية وعراء المفكرين وغيرها النقاش أو مقارعة الحجج بين هذه الأطراف غالبا ما يعني يكون صعب الاختيار إذا كان الباحث يعني ما كان صاحب مرجعية محددة أو ما كان صاحب يعني رؤية مستقبلية أيضا واضحة كيف الإنسان يوائم بين هذه الأطراف خلنا نقول المتصارعة حتى يخرج بآراء متزنة حياتيا وأيضا مقبولة علميا ليست متطرفة المشكلة العلوم الإنسانية أنها منطقة رمادية ليست بيضاء للسوداء منطقة رمادية فيها الكثير من الفلسفات والفلسفة لا تخلو من اللوثات المفسدة للعقل والحياة في نظرة الإنسان لله في نظرة الإنسان لذاته نظرة الإنسان للآخر نظرة الإنسان للكون فيها مشاكل كثيرة تطوير الذات بشكل عام هو امتداد امتداد لفلسفة يعني خلنا نقول اعتلال إنسان للعرش بعد موت الإله صار هو السوبرمان المستحق القدرات هو المتكع على نفسه هو القادر على تجاوز والذي يحدد مصيره هو الحاكم هو الذي يضع القيام هو كل شيء لذلك لما يأتي المسلم ليقرأ في تطوير الذات دون أن يكون له عون من الله ثم استشارة من المختصين من العلماء ثم خلنا نقول اتكاع على مرجعية دينية هي الحاكمة وهي الحاجب التي تسمح بالدخول والخروج إذا ما يقدر سيهتوه سيهتوه أنا أتكلم عن نفسي أول ما بدأت أقرأ في كتب تطوير الذات جاني السؤال أين الله الحياة أصبحت عندي واحد زي واحد ساوي اثنين الحياة ما دي أبحته أفعل ما فعله وتحصوا على ما حصله انتهينا ما في بركة ما في توفيق ما في إرادة الله عز وجل ما في أن كل ما يصيبك هو بسببك ما في ابتلاء ما في لا 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 أنت الغلطان أنت كذا ترى كل نجاح مبني على الكفاءة ترى ما في توفيق ما في استفاء ما في حظ من الله سبحانه وتعالى ما في نصيب ما في شيء ما في قدر ما في وبالتالي يعني الناجح يزداد تورم لأنه ينسب النجاح لنفسه والفاشل يزداد فساد وانحطاط وألم لأنك أنت فاشل لأنك غير قادر انتهينا انتهينا وهذا الكلام تكلم عنه في كتابه قلق السعي إلى المكان بشكل جميل جدا تحدث عن أزمة الإنسان بعد معيار الكفاءة يعني الكفو يلقى وظيفة طيب اللي مو بكفو لا يسحق طيب الكفو بمعيار من هذا هو السؤال وهل وهل تقديم الناس بحسب الكفاءة هذا معيار حقيقي ودائم وصائب الجواب ليس بالضرورة وتكلم بكلام جميل عن هذا لكن خلنا نرجع هنا لقضية الكتاب كل نظرية يعني خلا أقول لك مثلا من إشكالات اللي عند علماء النفس وتطوير الذات لما يأخذون من علم النفس الإشكال أن أن جحر الضب يشكو الإزدحام من خاصة من علماء النفس المسلمين لأن نحن نأخذ من 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 علم النفس الغربي نأخذ من علم النفس الغربي نس خلاص تقريبا إلى حد كبير جدا ثم لا ننظر إلى تراثنا يعني مو معقول السيد رايد أن أمة قادت الدنيا ألف سنة ألف سنة هي قائدة للدنيا لا نجد في تراثها منظومة ومنهجية للتعامل مع النفس البشرية غير غير معقول يعني غير معقول أتجاوز ابن القيم غير معقول أتجاوز الغزالي غير معقول أتجاوز ابن حزم غير معقول أتجاوز الماوردي في حديثي عن النفس البشرية غير معقول أبدا يعني وبالتالي التراث الإسلامي بحر لم يجد غواص ماهر أنا أتكلم في تطوير الذات وفي علوم النفس تحديدا وإن كان في جهود لبعض العلماء النفس المهتمين بالجانب الشرعي جهود جدا ممتازة وفريدة ما أقصده أنك لا تستطيع وأنت لا تحمل مرجعية شرعية جيدة أن تسير وحيدا في تطوير الذات ستتوه يعني لأن لأن تطوير الذات فكرة فكرة قائمة على البروغماتية في الأفكار كيف في البروغماتية يعني هو ليس علم العلم قائم على الثبات والصدق والديمومة يعني النظرية ممكن تأخذ لها جيل كامل عشان تخرج كعلم موثوق بمعايير أكاديمية لا تطوير الذات أنا أخذ من الفلسفات وأجمع وصواب الفكرة من عدمها هو تجربتك الذاتية إذن دائما كان يقولون لنا اللي يشتغل معك يعتبر صحيح إذن معيار الصواب الخطأ هو التجربة الذاتية وهذا باب لا يمكن سده لما أجي أقول لك أقول لك يا أخي ترى هذا خرابيط تقول بس نفع معي ترى هذا ما يجوز بس أنا تعرفت على الله أكثر من خلاله يعني فيه ناس يقول لك أنا اليوغا أنا زاد تعلقي بالله عز وجل من بعد اليوغا تقول لا ما يجوز يقول لك لا بس أنا وصلت إلى الله من خلالها إذن الحكم على صواب الفعل من عدمه لم يعد الحلال والحرام وإنما أصبح التجربة الذاتية وهذه إشكالية كبيرة جدا جدا أجاب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن التجربة الذاتية لما جاء ذلك الرجل قال يا رسول الله أخوي يشكو بطنه قال اسقه عسلا جاء من بكرة قال ما فات قال اسقه عسلا مرة ثانية قال ما فات يا رسول الله قال اسقه عسلا مرة ثالثة ثم قال له صدق الله وكذب بطن أخيك أن العسل شافي هذا هذا رباني هذا شيء رباني تجربتك الشخصية هذا شيء خاص فيك لا يمكن أن أناقض أن أناقض الشرع من خلال تجربة شخصية تطوير الذات لا لا فيه هذا بشكل قوي جدا اثنين مشاكل موجودة في كتب تطوير الذات أن كتب تطوير الذات تأخذ الاستثناء وتصنع من قاعدة وتلزمك بها ثم تلومك عليها فمثلا نيجي يقولك فيه وحدة روسية استطاعت أن تقرأ ستة ألاف كلمة في خمس دقائق سوي منها كتاب هذا استثناء لا وضع منها نظرية وكتاب وقاعدة ثم اللي ما يقرأ ستة ألاف في كذا معناها غبي معناها عنده مشكلة معناها أنت ما طب وبعدين شوف إذا ما حصلت على ستة ألاف إذا ما حصلت أنت عندك مشكلة أصلا في التطبيق النظرية صحيحة أنت اللي عندك مشكلة وبالتالي تبدأ أنت شا تسوي تضطر حتى لا يستهزأ بقدراتك العقلية وطريقة تطبيقك أن تدعي أنك قرأ ستة ألاف تدعي حتى لا تتهم فأنا أجي وشوفك أنت قرأ ستة ألاف والثاني ستة ألاف والثالث ستة ألاف بغض النظر أنكم صادقين ولا لا أبدأ تتهم نفسي تدري عندي أحد حلين أما أن يقول أنا غير قادر وقدراتي العقلية ضعيفة وإني أكذب وأقول أنا قرأت أيضا ستة ألاف وأسوق لهذه الكذبة وتنتشر انتشار النار في الهاشيم هذه من الإشكالات الأخرى في كتب تطوير الذات يعني في بعض مقاطعك الصراحة عجبني وفاجأني بنفس الوقت أنك أضفت بعض كتب من القيم وغيرها من علماء الإسلام في تصنيف تطوير الذات رغم أن بعض القرأة ما يتقبل هذا ويعتبر أن هذا تخصصها مختلف لكن أحيانا فقط تحتاج إلى تغيير النطارة حتى تستخرج الكنوز الموجودة في هذه الكتب يعني بقي سؤالين على الكثير إذا كانت هذه كل المشاكل أو بعض المشاكل في كتب تطوير الذات وشخص ما عنده مرجعية شرعية مؤصلة كيف يتعامل مع كتب تطوير الذات وهل من الخيارات خلنا نقول المناسبة الكتب المعنية بأسلمة تطوير الذات كذا كتاب تغيير من الداخل لايمن عبدو اللغيرة ولا يحتاج لنا يعني يجتهد في فلترة كل ما يقرأ نعم شوف احنا عندنا خلنا نقول نرسم رسمة كذا نحط دائرة في النص ونكتب المحتوى المتداول ثم سهم رايح يمين ونكتب التراث والموروث ثم سهم رايح يسار بعد الدائرة والدائرة في النص الآن سهم رايح يسار ونكتب الجديد والعلم الحديث جميل أغلب الإشكالات السيد رائد موجودة في المحتوى المتداول لأن الإنسان يكتفي بالمحتوى المتداول يعني قصة الفيلر بطور جله وقصة أديسون اللي ما أدريش لقاه وقصة نفس قصة ستيفن كوفي اللي ضاع في القطار ما في شيء غيرها طيب ما في شيء ثاني لا جبنا قصة ستيفن كوفي يوم اللي في القطار بنلقى في التراث واحد بس مو قطار بعير بس زيها لا مو بالضرورة فعندنا واحد الاكتفاء بالمحتوى المتداول هذا يعني تسويق للزيف والإنسان العاقل الكلمة مسؤولية الكلمة مسؤولية وبالتالي لما أدخل أنا في المحتوى المتداول يجب أن أكون مصفاتا لا مضخة كميل يعني أنا أفلتر وليس مضخة أخذ وأنشر أخذ وأنشر طيب أنت ما تدري إذا صح ولا غلط لابد أن تكون مصفات أنت مسؤولة مام الله عز وجل عن كل معرفة تنشرها والنشر الإلكتروني الآن أصبح ممكن يجلس مئة سنة يا أخي أنت في قبرك وقاعدت تأخذ سيئات أنك ما اجتهد في فلترة هذه الأشياء وبالتالي وبالتالي لما تدخل أنت كمدرب أو مؤلف يجب أن تدخل بهذه العقلية هذه العقلية عقلية الفلترة والتصفية لابد أن تدخل بنفسية متشبعة ملأة بالاعتزاز بتراثك بتدخل وأنت مهزوز الثقة ستركع لي أفكار الغرب لا لا أنت عندك منظومة عندك مرجعية عندك تراث عندك موروث ضخم عندك إذا أنت منت متخصص يا أخي عندك متخصصين عندك ناس ممكن تستشيرهم لكن لا تدخل أعزل وإلا ستعزمك كثير من السنان وستؤذيك وستؤلمك وستجرحك جرح ربما يكون عميق في عقيدتك هذه الجزية الأولى في قضية التعامل مع كتب تطوير الذات أما الأسلمة فأخشى أن تكون من باب لي أعناق يعني الأدلة لكي تتوافق مع النظريات وقد تكون يعني كما يقال ذبح الخنزير بالطريقة الإسلامية وأنا أذكر مرة ومرات واحد كان يتحدث وكان كتاب منشور عفوا كان كان شريط أنا ذاك تطوير الذات بدأ عن طريق الألبومات والأشرطة وكذا وكان يتكلم عن كتاب السيفين كوفي الأولى أولا وهو كتاب نفيس كان يقول يا أخي النوع اللي أجي بالحديث النوع اللي أعتقد ثم أجي أستدل لا 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 الطرح الأمثل في نظري أنك تدخل إلى التراث وتنشئ منهجياتك من هناك تبحث في التراث عن يعني نماذج منظومات أفكار قوانين قواعد خاصة لك أنت تركب على سنة عقلك ما تحتاج ترهيمة تحتاج محول ما تحتاج يعني إضافات ما تحتاج خلنقول كشت ولا تهذيب عشان تركب لا لا أنت جايبها من هويتك هذا واحد لا يعنيني ما استفيد من الهويات الأخرى ولا المعارف الأخرى لا لا فيها خير كثير جدا 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 لكن لا أسلم لها هذا واحد الحل الأمثل أني أجي للمنظومات عفوا التراث والموروث وأستخرج منه هذا صعب يحتاج مؤسسات يحتاج خبراء يحتاج وقت يحتاج فرق عمل لكن لا بأس لماذا لا نبدأ به هذا واحد اثنين الحل الآخر أني أدخل للموجود الحل الأول هو عبارة عملية بناء الحل الثاني عملية ترميم هذا حل أقل ولكن أيضا له جهد لأنه تحتاج إلى جهد محو وجهد إثبات جهد يعني إزالة وجهد بناء مرة أخرى فتجي للأشياء المطروحة وتشوف ما لا يتعرض مع الدين ثم يعني تثبته ثم تؤصله ثم تستدل عليه ثم تأتي بالأمثلة من تراثك وموروثك ثم تقدمه للناس يعني هذا حل آخر وأبسط من الأول بكثير عظيم وأنا أجز منك فعلت الأمرين معا في الشخصية القوية الله يبارك فيك وينتع بما كتب يشبه الكاتب المصري أنيس منصور عملية التحرير في الكتابة بشخص معها عبوة عطر كبيرة ويبغى يوزحها في عبوات صغيرة فيقول غالبا ما رح يبقى لك شيء يعني كل ما توزع شوي رح يضيع بعض العطر اللي يقرأ كتاباتك استاذ ياسر يعني يجزم بأن وراء هذه العبارة عملية التحرير شاقة وتأمل وكأنك فاتح المعجم والقاموس جاء استختار العبارات المناسبة سواء المسجوعة أو المعبرة كيف تمر رحلتك في الكتابة بهذه المراحل والله أخاف أفسد بالجواب جمال السؤال السؤال فيه افتراض أنه سلوبي زين والتالي صعب أني أجاوب عليه والله يا شيخ أنها يعني ما حد توفيق من الله سبحانه وتعالى والله ما عندي جواب أقسم بالله أن توفيق من الله سبحانه وتعالى أنا من عادتي إذا كتبت أن أكتب للأذن وليس للعين وبالتالي تجد أن الكتابة وهذا أسلوبين في الكتابة الكتابة للأذن كتابة أقصر جمل أكثر تركيزا على المحسنات البلاغية وكتابة ليس فيها ضمائر عائدة على متأخر ولا متقدم يعني لازم أفهم هذا شيء يقصد ومنها طيب منها هذه حقة هذه الكلمة هذه ولا حقة هذه فالكتابة للعين كتابة جميلة ولذيذة ولكن الكتابة للأذن كتابة دعني نقول تخاطب النفس مباشرة تأثيرها قد يكون أقوى أحيانا من الكتابة بالعين لعل هذا من الأسباب التي جعلت بعض العبارات تروق لأمثالك اثنين ثمت أسلوب يعني أستخدمه وأدرب عليه وهي قضية أنك كيف أنت تأخذ الفكرة النص الأساسي الفكرة الأساسية وتقشرها يعني أنت عندك الآن صفحة كاملة هذه الصفحة لو قشرتها بتطلع في سطر نص اللي هو المعنى الأصيل في الفكرة المعنى الأصيل كما يريده الكاتب ثم تأخذها أنت ثم تذيبه في قالب لغوي خاص فيك جميل ثم تخرجه جميل هذه الفكرة اللي أحاول أني أطبقها وأحاول أيضا أدرب الناس عليها أو شيء كيف تقشر الفكرة ثم كيف تأخذها ثم كيف تذيبها في نصك طبعا هذه ليست أنا مخترعها الإمام الغزالي لما أخذ ثقه الجويني فعل به كذلك يعني أخذ لما تقرأ ما كتبه الإمام في المستصفى أظن الإمام الغزالي تأجي بديع بسلوبه بديع رائع رائع رائق لأنه نفسه لأنه سبكه لأنه أذابه في قوالبه وأخرجه بطريقة جديدة ورائعة وجاذبة الناس استدرائد على أصناف في قضية المعرفة في ناس يدخل على الغرفة اللي فيها أثاث والأثاث محيوس شوي في ناس يدخل ويعني يترك الغرفة كما هي ويستفيد مما فيها في ناس يدخل يقول لا والله أنا بحط هنا وردة هنا شجر هنا بحط لوحة هنا بس ما يغير شيء يضيف تحسينات في ناس يدخل للغرفة ويغير في الأثاث في ناس يطلع الأثاث برا ثم يقول للناس ترى الأثاث اللي برا كان جوه والدنيا محيوسه يعني يدخل إلى الفضاء المعرفي ويحوسه وفي ناس يطلع الأثاث برا ثم يعيد ترتيبه بطريقة رائعة جدا 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 أزعم أن الإمام شيخ الإسلام بن تيمية والإمام حجة الإسلام الغزالي من النوع الأخير اللي يخرج أي علم ويعيد لك مرتب جميل جدا 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 ويليهم في ذلك ابن القيم لم يحرر لك مسألة كذا عويصة 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 سواء ابن تيمية أو تلميذه تلميذه حتى في الكتابة ابن القيم تجد أنه في الأخير يختمها بقالب جميل مسجوع رائع يجعلك لا تنسى هذه القاعدة وكذلك الإمام الغزالي بعض الناس لا يطلع الأثاث يخلي برا يعني مثلا لما تدخل على نظرية المعرفة في اليوتيوب ستجد من الناس من دخل إلى نظرية المعرفة وشرحها لك بإضافة الشجر هذه بمعنى أعطاك مثالي وضح جاب لك قصة جاب لك الله صادق والله أنا صار لي كذا وضحها وبعضهم وأنت فاهم نظرية المعرفة سمعت أن حاسة فيه هذا ما سوى هذا طلع الأثاث وخلها برا وقال يا جماعة ترى نظرية المعرفة حوسة وفعلا هو يتكلم يقول تراها ترا ما أقدر لخصها ترا هي أصلا محيوسة ترا هي صعبة ترا فيه مدخلات كثيرة وترا طيب يا أخي أنا لنتي ما سمعتك صعبت علينا صعبت أنت طلعت الأثاث ما دخلت وفي ناس لا يطلع الأثاث يجي يقولك ترا نظرية المعرفة محيوسة وين الخلل والتداخل هنا وهنا 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 لكن تعال خلنا نفك الالتباس ثم يعيد لك تنظيم الأثاث اللي تنظيم المعرفة بطريقة ممتازة أنا أسعى يعني أحب أن يطلع الأثاث أحيانا أفشل في إدخاله سهل وأحيانا يعني أنجح في إدخاله وما رأيته من كتب هي تلك الكتب التي نجحت في إدخال الأثاث ولا ترى عندي حراج بن قاسم بره والله جد عندي كثير من الأشياء التي لم أنشرها لأني طلعت الأثاث وما قدرت أدخلها أنا نحست يعني بره وأسأل الله عز وجل الهداية والسداد وهذا لعلها أنسب ختام للسؤال الأخير اللي دائما ما نختم به اللي هو من الشقين الشق الأول وش مشاريعك القادمة في الكتابة والتاليف بالتحديد والسؤال الثاني أو الشق الثاني عشان ما تقول كثرت علينا السئلة ماذا تقرأ الآن؟ الشق الأول عندي الآن كتاب بإذن الله سيخرج بعنوان نفايات الحضارة جميل عن؟ أتحدث فيه عن أتحدث فيه عن